وخلال المؤتمر دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة المصريين للحرص على المشاركة في هذه الانتخابات وحفى حمزة المواطنين على عدم الإصغاء للشائعات ومحاولات زرع الشك في النفوس مشيرا إلى أن التواجد أمام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية يضمن للدولة والأبناء مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا أيها المصريون الكرام لقد ضحيتم كثيرا من أجل أن تنعم مصر بهذا الأمن والاستقرار حافظوا على هذه المسيرة البناء بالمشاركة قولوا كلمتكم في صندوق الانتخاب قرروا مصيركم بأيديكم حققوا ما نديتم به في صورتين شهد العالم فيهما بالنبل والطهارة عززوا قواعد الديمقراطية وكونوا مثلا أعلى للشعوب كما اعتاد العالم أن يرانا التفتوا عن الشائعات والأكاذيب أحبطوا مؤامرات الحاقدين واعلموا أن سبيلهم الوحيد لهدم ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات هو محاولة بس الخوف والشك في نفسكم فلا تمنحهم الفرصة وشاركوا في هذه الانتخابات الفارقة وكونوا على يقين من أن الهدف الوحيد لكل القائمين عليها هو صون أمانة الوطن وخدمة أبنائه ترجمة نانسي قنقر